السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد فموعدنا الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى مع أجمل موضوع ممكن نسمع عنه وصدرنا تنشرح ونشتاء إليه موعدنا الليلة يا جماعة مع الكلام عن عن إيه قبل ما أقولك عن إيه تخيل لو أنا كلمتك قلت لك في مكان اسمه النادي النادي آه ده مكان موجود في ملاعب وفي مطاعم وفي أماكن للتمشية وتروح تلاقي صحاب ليك صهرارين لغاية الفجر وتروح أي وقت زي ما انت عاي وفي بنات رايحين وجايين ممكن لو عدت جنب واحدة وكحيت تقولك بس والله لو ما كنتش تحلف قال له المكان ده موجود فعلا أيوة موجود طيب المكان ده روحه إزاي لأ ده انت تشترك في كذا ألف جنيه تروح لولدك تخلي ما ينمشي الليل يديك الكام ألف جنيه وتروح تشترك فيه ده مكان اسمه إيه النادي يا جماعة أنا النهاردة مش جاي أسوق للنادي أنا جاي أكلمك عن مكان تاني مكان اسمه الجنة مكان فيه نعم وفيه نعيم مهما تخيلتي فيها مش هتقدر مش هتقدر عقلك يجيب اللي فيها مكان اسمه الجنة يا ترى يا جماعة الجنة الأجمل ولا النادي الجنة الأجمل ولا الفنادي السبع نجوم الجنة الأجمل ولا ساعات الجامعة الجنة الأجمل ولا المنتجعات السياحية اللي واخدها الأول على العالم الجنة الأجمل يا ترى الجنة يا أخواننا فيها إيه عايزين الليلة نتكلم عن ساعة شو طايم لمدة ساعة مع الجنة فيلم فيديو لمدة ساعة صوت وصورة عن الجنة عايزين نعيش مع بعض ايه اللي يستاهل انك تضيع جنة عرضها السماوات والارض بمعصية بتتعضف ربع ساعة ايه اللي يستاهل انك انت تضيع قاعدة على نهر الكوثر بقاعدة في القهوة ايه اللي يستاهل انك انت تضيعي نعيم مبهر في الجنة وملكي في الجنة عشان اي معصية او انك مش راضي تلبسي حجاب السيدة فاطمة والسيدة عائشة ايه اللي استهل يا جماعة ايه اللي استهل يا اخواننا اعظم خسارة في الدنيا انك تخسر جنة عرضها سموات والارض انك تجي تلاقي جنة عرضها سموات والارض ملاكش فيها شبر اعظم صفقة في الدنيا هي اللي انا جاي عرضها عليكم الليلة ده ايه خدوا بالكم الجنة مش شوية ميا وخضرة الجنة مش مكان فيه اكل جميل ولبس جميل وسكن جميل لا انا جاي الليلة عشان تتصحح نظرتنا عن الجنة ايه الجنة؟ يا ترى ايه اسباب السعادة في الجنة؟ هي اسباب السعادة في النادي ان بس مش كل ده طب فيه نوادي فيه ملاعب اه بس مش كل ده طب فيه صحبة اه بس مش كل ده فيه مجموعة من الاسباب قدت انك بقيت سعيد في المكان ده لا يبغون عنها حولة رحت قبل كده منتجع سياحي وقلت انا مش عايز اسيبه اتفرجت قبل كده على قناة من القنوات وقلت انا مش عايز تقفل التلفزيون؟ رحت قبل كده في اي مكان او اي فصحة او اي نادي وقلت الحمد لله ان النادي ده خلاص الاجازة جات عشان انا ما عطتش هسيب النادي ده يا اخوانا فيه ناس مستنية الصيف بفرغ الصبر عشان تطلع بقى على مرينة فيه ناس مستنية الصيف بفرغ الصبر عشان كل يوم تروح النادي فيه ناس مستنية بفرغ الصبر انها تخلص عشان تعمل كل اللي هي عايزة ده كل ده اللي ربنا سمه دنيا يعني حقيرة يعني دناءة امال اللي ربنا سمه جنة يبقى النعيم في قد ايه اذا كان الحقيرة استمتعنا بيها كل الاستباع ده وبقى الشباب لا يبغون عن النادي حولة وبنات لا يبغون عن ساحات الجامعة والمنتجات السياحة حولة وبقى الناس لا تبغي عن القنوات الفضائية اللي بتشدهم حولة امال الجنة اللي الملك قال عليها لا يبغون عنها حولة هيبقى فيها ايه يا شباب يا جماعة ده ربنا خلق على وجه الكرة الارضية خمسة مليون نوع من انواع الكائنات الحية مفيش نوع زي التاني لا في الشكل ولا في الشباب ولا في الطعام ولا في طعوة ولا في الحياة مايقدرش يقلق لنا في الجنة خمسة مليون نوع من اصناف النعيم مايقدرش الملك سبحانه وتعالى عايزين نتكلم عن شو طايم بتاع الجنة شو طايم الحقيقي عايزين نتكلم على المكان اللي مش هتقدر تغمض في عينيك ياللي لما جيد جيد جدا ما ننتش اللي ليه اصلا انت زعلان ان صاحبك جيب امتياز وانت ما جيبتوش ياللي عندك خمسين مليار وبتشتغل للنهار عشان يزيدوا وعمرك لا بتشبع ولا هتشبع ياللي زعلان عشان الدنيا وما بتنامشي عشان نفسك تبقى في البلد بالتجارة والثراء من التوب تين بتوحها ياللي قتلتوا نفسكوا عشان الدنيا الدنيا ما تستهلش ولا تسوى تسوى ايه بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال عليها وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور انا جاي اكلمك عن السعادة الحقيقية السعادة طب ما انا سعيد ولا سعيدة لا لا والله انا حايزك تدور في القرآن من اول والاخر عن كلمة سعادة مش هتلاقي غير مرة واحدة بس بس جات مع المكان اللي بكلمك عنه النهاردة واما الذين سعدوا ففي الجنة ما فيه السعادة غير كده فلا يخرجنكما من الجنة فايه فتشقى يعني ايه يعني ما فيش برا الجنة غير الشقاء بس انا سعيد انت لا شفت سعادة ولا تعرف يعني سعادة انت عامل زي واحد في وسط افريقيا بيقولك شوف جمال النساء وشوف انت قابل ما شفتش نساء انت ما شفتش سعادة انت ما شفتش نعيم انت ما شفتش حاجات فاق انت ما شفتش حاجة يا اخوانا انا جاي اكلمكم النهاردة عن كان عندنا علم اسمه طب المجتمع في الكلية كان علم جديد في الطب فاول سطر فيما انسهوش ابدا يقولك it is a new dimension of medicine ده بعد جديد في الطب افو الجديد في الطب اه الجنة كده بعد جديد في النعيم افو الجديد في الرفاهية بعد جديد في السعادة انما اللي متخايل انه عالسعيد ده ما يعرفش عن السعادة اصلا ارض السعادة هي اللي هكلمكم عنها الليلة باذن الله ارد حديث طيار لعقلي الرسول عليه الصلاة والسلام داخل الجنة في رؤية فبيقول فرأيته امثال السحاب يعني فيه سحاب فوقه قالوا له انظر فوقك فنظر فلا سحاب فقال ما هذا قالوا انه منزلك ده اصرك في الجنة فالرسول قال اتذروني ادخل منزلي قالوا لا لا ده انت لسه يا رسول الله لسه لغاية الوقت لك اجل في الدنيا انا قرأت الكلمة يا جماعة وتهت سحابة يعني ايه يعني اصر معلق قصور معلقة في الهواء افتقرت حضائق بابل المعلقة اللي هي من معجزات الدنيا السابعة ويا لا معلقة ولا حاجة ده هي وقفة على الارض بس هما مسمينا كده نتيجة بعض حاجات في شكلها انما القصور المعلقة انت متخل انك تسكن في اصر معلق في الهواء وزي السحاب يتحرك ويروح ويجي بيك ايه ده ايه النعيم ده يا جماعة فيه ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني ايه ما خطرش على قلب بشر المهندس اللي بنا تاج محل الهند اللي هو من معجزات الدنيا السابعة ما يقدرش يتخيل اصلا تصاميم الاصور اللي في الجنة ما تجيش في المهو اصلا يعني مش انا وانت ما يقدرش نتخيل شكلها لا اعظم مصممي ازياء في العالم ما يقدرش يتصوروا اصلا موديلاتك في الجنة اعظم صانيع مجوهرات في العالم ما يقدرش يتخيلوا اصلا اطقل بتاتك في الجنة يعني انا عايز اقولك ان اعظم مهندس الدكور في العالم ما يقدرش ييجي في دماغهم اصلا الازياء والزخرفة بتاعت اصرك في الجنة ولا خطر على قلب بشر يعني ايه يعني الكرة الارضية دي هت بيقولك عجائب الدنيا السابعة عليها سبع عجائب سبعة يا للفقر الجنة تخيلوا فيها كم عجيبة وعجيبة الجنة فيها كم شئ مزهل كم شئ مبهر ارض السعادة قبل ما ابدأ معاكو انا عايز اقولكو حاجة ان في الدنيا كل جهد العلماء والمخترعين وكل جهد حضارات الشرق والغرب ومحام الامريكا اللي ما بتنامشي للنهار كل جهود البشرية كلها عشان اربع حاجات ازاي الانسان ما يمرضش ازاي الانسان ما يعجزش ازاي الانسان ما يموتش ازاي الانسان ما يحزنش ايه ده ايوة ازاي الانسان ما يمرضش ياه على الحاجات اللي بيخترعوها ازاي ما يبقاش فيه ابولة ويبقاش فيه ايدز ويبقاش فيه اللي رعب العالم الوقت وطلع اقوى من الادز واختر من الادز ازاي ما يبقاش فيه الامراض الخطيرة دي ازاي ازاي الانسان ما يعجزش ويبقاش عنده بقى مضاعفات السكر والضغط والبهدلة والشيخوخة وزي الإنسان ما يموتش عمله دي في أمريكا يقولك عين جسمك ولو بعد خبصميت سنة ولا ألف سنة اكتشفنا سر الروح نبقى رجحه هيتجننه لأنه مش عارفين ربنا سبحانه تعالى وزي الإنسان ما يزعلش كل الجنائن وكل القناة الفضائية وكل الأغاني وكل المنتجات وكل الكرة الصيحية وكل المصايف وكل ده عشان ما تزعلش عشان الإنسان ما يحزنش والنتيجة حزن قاتل واكتئاب بمعدلات رائبة الموت كل يوم الصبح ربع مليون واحد بيموتوا كل يوم عملوا ايه ومنعوا ايه الشيخوخة بقت أمراض الشيخوخة بتيجي للنفسان تلاتين سنة السكر والضغط وخمسة وعشرين سنة كمان كل الأمراض أول ما بتدخل الجنة الأربع حاجات دول أول حاجات بتاخدهم إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا ده اللي قعدوا صرفوا عليه مليارات المليارات وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا وأن تعيشوا فلا تموتوا أبدا وأن ايه الربع وأن تنعموا فلا تبقسوا أبدا ما تزعلش مفيش زعل خلاص معدش في قالق معدش في حزن عايزين الليلة نبدأ الرحلة بتاعيتنا بقى جماعة رحلة الى الجنة رحلة الى نعيم الجنة اول يوم في الجنة لا مش اول يوم الجنة دي هتبقى ايه هتبقى ايه انا عايز اكلمكم الليلة ليه هنبقى سعاداء في الجنة ليه اه صحيح ليه هو جنة دي عشان هيبقى في خضرة ومية واكل حاله هي مطعم هي جنة يا جماعة انا هكلمكم لمدة ساعة شو طايم عن الجنة هنعمل ايه اول سبب من اسباب السعادة في الجنة عايزك تعد معايا وعايزك تعد معايا وعايز الاطفال الصغيرين يعدوا معايا انا عايزكو النهاردة تتخيلوا يعني ايه جنة جماعة اول سبب من اسبب نعيم الجنة الرفاهية نعيم الرفاهية ده اول سبب من اسبب السعادة سمعت عن نعيم اميرات القصور بتاعت الخليج سمعت عن نعيم زوجات الملياردرات الرفاهية جماعة كل الفول اوبشنز اللي بتضعف تمن العربيات والموبايلات والأجنحة الفنغية كلها تسعين في المئة منها رفاهيات أصلا سمعتوا عن نعيم المطرفين يا جماعة الرفاهية دي حلم عند الإنسان صورة الإنسان اللي تدور عليها آخر مرة في سلسلة بداية الهداية صورة الإنسان بتكلمك عن الرفاهية بتاعت الجنة فوقاهم الله شر ذلك اليوم ما فيش ألق ولا رعب ولا ديء ولا حزن ولا أي حاجة ولقاهم من أول ما بيخرجوا الملائك وقفاهم ما يدقوش لحظة ألق ولا حزن ولقاهم نظرة وسرورة وجزاهم بما صبروا جنة وايه حريرة الحرير ده نبس بنات الملوك هما هنلبس في الجنة ده الحرير نبس بنات الملوك شوف بقت هتتعمل معاملة شكلا ايه شوف الرفاهية اللي تقايش فيها وهو الحرير حلال يلبسه في الجنة أيوة والمعازف المحرمة في الدنيا تبقى حلال في الجنة والاختلاط لإن إحنا كلنا نبقى إخوان على السر المتقابلين قال له طب والخامر والخامر حلال في الجنة طب والدهب والدهب على الف الجنة يعني دي كلها محرمات مؤقتة اوعى تحرم نفسك من حلي الجنة اوعى تحرم نفسك من حلي ملوك الجنة بسبب انك لبس لك خاتم دهب ولا سلسلة فرقابتك اوعى تحرم نفسك من خمر الجنة بسبب المخدرات اللي بتشربها اوعى تحرم نفسك من حور الجنة بسبب علاقة محرمة اثمة بينك وبين فتاة اوعى تحرم نفسك من الجنة بسبب اي اوعى تحرم نفسك من حرير الجنة بسبب انك بتلبسوا في الدنيا وجزاهم بمصابة وحريرة متكئين فيها على الارائك الارائك دي اللي هي الكنبة اللي عليها شلت اللي عليها زي نموسية كده شفافة اللي كانوا بيزفوا فيها العرسان عند العرب عريس عريس كل يوم عهم متكئين اخر يعني انقولي يا جماعة اخر انتخاء اخر روعة واخر رفاهية متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة فيش اي حاجة دايقك ابدا ودانية عليهم ظلالوها ما تروحش للظل الغاية عندك كليك هو جايلك وذللت قطفوها تزليلة التفاحة دي والكريزة دي عجبتك ما تروحش هي جايلك لغاية عندك ايه الرفاية دي الفخفخة دي ايه العز ده ويطافوا عليهم بانية من فضة يطاف يعني اوعى ماركش من مكانك العصير جاي لغاية عندك ده ربنا بعدها ويسقون فيها كأسا كان بيزاشوها الزنجابي يعني يحط كوباية العصير قدامك ما تمدش ايدك ليه مراتك زوجتك زوجك هيمدي ايده ويسقهالك في بقك لغاية عندك ايه الرفاهية دي يا جماعة كان ميزاشوها الميزاش ده الفرق ما بين محل الفراخ اللي بيبيع الفرخة المشروع ب20 جنيه ومحلات الدجاج العالمية اللي بيتبيع الفرخة بمية ومية وخمسين جنيه متقطعة ايه الخلطة السرية اهو ده الميزاش الفرق ما بين اكبر محلات العصير اللي بيبيع لك الكوباية بالتمن الفلاني والمحل العادي الميزاش انك انت دخلت محلها حصير مرة بصت للاي ما تهتي فيها ايه ده ولقيته كاتب عصير منجب البطيخ منجب البطيخ سبحان الملك الميزاج ده هو السبب في ان الكوباية عند ده ب10 جنيه وعند ده ب50 قرش الميزاج يحينا فيها تسمى سلسبيل انا عايز اقول ايه الرفاهية يا جماعة بتحلم بايه بتحلم بايه بتحلم انك انت كانت والدتك زي كده بتمنعك انك تنزل للبحر وانت صغير خايفة عليك عايز حمام سباحة وتنزل وتحوم عايي وبحدش يقولك ممنوع بتحلم بحفلة شاوي وتجيب عشرة كيلو لحمة وكل واحد من صحابك يجيب وتطلع وتعمله حفلة شاوي موجود وتر بتحلم بايه واحد صاحبك برا خدكو في اخت ولا في شاله له في السحل الشمالي صف اول ونفسك انك تبقى عندك زيه وموجود بتحلمي بايه انا نفسي في حد يحبيني هايز حس ان انا بحبه هتحب موجود بتحلم بايه انا وصحابي ونبقى مع بعض وفرحانين مع بعض وقلوبنا قلبي واحد كده ونتكلم وندردش وفاكر يوم ما قمنا الليل وفاكر يوم ما كنا لن السبعة وعشرين في رمضان وفاكر وفاكر موجود بتحلم بايه بتحلم انا نفسي في اوبن بوف ايه وسبني عليه انزل عليه انسف كله وانا نفسي كل مرة في حياتي لحمة بس اكل لحمة بس انا مش عايزة كل رس ولا عيش ولا مخلل ولا صلطة انا عايزة كل لحمة بس مرة واحد فقير قالها والله يا جماعة سبحان الله العظيم نفسك في ايه نفسك تقعد مع سيدنا خلدي بن الوليد يحكي لك عن اليمامة نفسك تقعد مع سيدنا محاولة السلام يحكي لك عن الاسراء والمهرج نفسك تقعد مع سيدنا مصعب بن امير اجمل شاب يضحب عمره عشان الاسلام وعشان الدين يترفع ويعز نفسك في ايه نفسك في تبقى شاب قوي وعضلات وتلبس باضي كده هتبقى في قوة ملهاش واصف في الجنة مراتك هتبهر بيك في الجنة نفسك في عربية فور باي فور مجلات العربيات اللي عاديين الشباب يتفرجوا عليهم وتغيرتلهم مقوم او عربية لمبورجيني او اس كلاس مرسيدس او عربية عيون او بام فئة سبعة ده انت الجنة فيها النجائب يعني ايه النجائب دي وسائل المواصلات يعني ايه انا بقولك ملاعين رأت كل اللي انت شفته ده شوية صفحي سود شوية صفحي ده انت شف وسائل المواصلات هنتكلم وسائل المواصلات زي ايه وسائل المواصلات متكئين على رفرف خضر اريد كلام عجيب جدا في التفسير يقولك رفرف من الرفرفة طيران زي ابن عمر لما بيقول رأيتوني دخلت الجنة في رؤية فاذا ببساط اخضر فحيث ما اردتوا ان يأخذني اخذني يعني في الجنة فيه زي بساطة الريح كده وفيه احصنة مجنحة ايه الكلام العجيب ده ده فيه ناس بجنحة جامعة جعفر ابن ابي طالب صح عن رسول الله انه لجنحين في الجنة انت متخيل وسائل المواصلات في الشكلها ايه وسائل مبارئة وفيه النجائب النوق اللي بتسرع بيك في السير وسائل مواصلات خطيرة بتحلم بايه ايه اللي انت بتحل نفسك في واحدة تحفى من الجمال تبقى امراتك وحبيبتك وتحبك ومخلصالك وقلبها كل حب لك انت موجود بتحلموا بايه نفسكوا في ايه مستنيين ايه كل حاجة نفسكوا فيها موجودة في الجنة في افقف الرفاهية احنا ما نسمعش عنها اصلا يعني اللي بيلبس جزمة بمية جنيه مثلا مايقدرش يدخل يعني ايه جزمة بخمس تلاف جنيه ليه يعني هتمشي الوحيدة دي ولا ايه بس موجود في الدنيا اللي مثلا ساكن في شقة ايجار مؤقل مايقدرش يفهم يعني ايه في شقة بخمسين مليون جنيه هو مش قادر يتخيل افق الرفاهية اللي موجودة في الدنيا ما بالك بأفق الرفاهية اللي في الاخرى اول سبب من اسباب نعيم الجنة ايه نعيم الرفاهية اول سبب من السعادة تاني سبب يا جماعة من اسباب السعادة في الجنة الحياة الاجتماعية يعني ايه لحياة الاجتماعية مرة وقفت شلتش في الشارع بقول لهم يا جماعة انت لو القهوة او النادي مفيش فيه اي صحبة انت بتروح لوحدك تروح لا طبعا لا يمكن يعني تخيل لو السكشن والكلية اللي انت كان نفسك تدخل فيها لما معك صحبة ولا حد يذكر معاك ولا حد تتكلم معاه في المذكرات وهيدوك مليون جنيه بعد ما تتخرج والله ما تقدر تكمل الحياة الاجتماعية ريت مرة لقاحد زوجات رؤساء الجمهوريات بيقولولها انت اسعد لحظة في حياتك ايه قالت لهم خدوا بالكو ده سيدة القصر الاولى خدوا بالكو ده دي مرات فلان وبتعمل كزا وقدامها كزا كل ده ما تكلمتش عنه قالت لما الاسرة شملها يا اجتمع انا وجوزي ولاد نبقى مع بعض الحياة الاجتماعية يا جماعة الجنة من غير ناس تخيل كده نعيم الاجتماعي في الجنة يعني انت كده النهاردة مثلا سيدنا معاز بن جبل بعتلك بحيط لنا ليه اصله سمع عن عبادتك في الدنيا وحن اجتهادك في الدعوة في الدنيا فبعتلك نفسه يشوفك انت بقى فتحت الدولات بتاعك قالبس ايه وانا رايح لسيدنا معاز بصيت لقيت الموديلات كلها تغيرت ليه اصل الموديلات الجنة ما بتطلعش ما بتصنعش ده في شجر في الجنة بيطلع الموديلات مدن جنة جنة شو بقى تخيل الجنة شو هيبا شكلها ايه مدن جنة تخيل بقى ايه ايه اخوانا ايه الموديلات الجديدة ديه الاطفل الجديدة الاطفل الجديدة ها الاطفل الجديدة قطفناها وجبنا لك الموديلات بتاعت تناق قفهم حاجة وبعد كده تشوف هدية جميلة من الطحف اللي عندك فقصورك لسيدنا معاز وتاخد مرتك وتروح عشان تبقى زارة عائلية مع سيدنا معاز وزوجته وتروح لسيدنا معاز وانت عن سيدنا معاز النبي يبعط لمعاز عايز يشوفه تروح مع معاز ابن جبل رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم وانتو عند رسول الله ربنا يطالع عليكم ويبعت لكم امداد امداد ايه انا حايز اكلمكم يا اخوانا عن ايات صورة الطور اللي بتكلمك عن الحياة الاجتماعية في الجنة ربنا كل صورة من صورة القرآن بتكلم عن الجنة بجنب غير تاني صورة الانسان الرفاهية والفخفخة صورة الطور الحياة الاجتماعية تخيل كده بعد ما دخلت في الجنة في اول يوم في حفلة حفلة في اصرنا ايوة الحفلة انت قاعد ان المتقين في جنات ونعيم نعيم بقى مش نعمة الدنيا فيها نعمة فاش نعيم واحد مع عشرين مليون جنيه عنده سكر مش عارف ايها كلها واحد عنده عشر عيال تسعة اوائل على كلياته واحد صاقت معزبه انما الجنة مفيش فيها منغص نعيم في جنات ونعيم فاكهين بما اتاهم ربهم اصحابك بدأوا ييجوا بقى وقعدتوا تتكلموا وتتحكوا وفاكر اليوم الفلاني وفاكر لما ربنا حفظنا من المعصاة الفلانية وفاكر اول ما بكي جينا ناخد قرار للتزام كان الموضوع صعب علينا زي وربنا وفقنا فاكينا بما اتاهم ربهم فرحنين ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا كلوا واشربوا ايه ومن لي بيتكلم الملائكة جات يعني الاصر بتاعك كمان غير اصحابك الملائكة جات وملاته واحدين يقول لكم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة ملوك وزوجناهم بحور عين ايه دك لايه مراتك دخل عليك اهلا مراتي مراتي حبيبتي اللي كنت بحبها في الدنيا ربنا مش يحرمك منها في الاخرة لو انت بتحبها في الدنيا مش هيحرمك منها في الاخرة لايه مراتك دخل عليك مراتي كمان ربنا مش يحرمني منها اه وملكة ايك لها املك زيك يعني ملكك بيتضعف في الجنة معاها والذين امنوا واتبعتهم ذرياتهم بايمان الحقنا بهم ذرياتهم تلاقي اولادك جايين اولادي حبيبي جايين ليه ربنا مش احبك منهم بس اذا كان مقامهم في الجنة قال لي من مقامك ما كانوش يعني عملهم يوصلهم لمقامك ربنا رفحهم معك عشان يسعيدك والذين امنوا واتبعتهم ذرياتهم بايمان تلاقي جو اجتماع رهيب اولادك ومراتك وحبيبك وعلتك واخوانك وصحابك ايه ده ايه نعيم اللي انا في ده وامددناهم بفاكهة ولا امددناهم اللي يفهم كلمة امددناهم دي الطلبة المختربين ايام ما كنت بروح اذاكر مع صحابنا من الطلبة المختربين كان طبعا عيشة فظيعة يعني ما فيش الاكل ولا شرب حاجة يعني قحت يعني فتلاقي فجأة الباب خبط ايه مدد مدد تلاقي كله خارج من القوت بتاعته مدد يعني واحد من اللي عادين في الشقة اهله بعطوله قفص اكل تلاقي كله هاجم على المدد دايما يدي انه طلع واركباته ودايما يدي انه طلع حتة فطور مشلتت ودايما يدي ايه وتطلع شوية تعيش ايه عم دا ودايما يدي مدد اه كلمة مدد دي معناها ايه معناها نعيم يا جماعة تجدد ربنا بيبعط لهم بفاكهة ولاحم طب ما الفاكهة واللحمة مالية الجنة لا كل شوية ربنا يبعط لك اصناف من الفاكه واللحوم ما شفتين زيها قبل كده يتنازعون فيها كأسة يتنازع يعني شد لا اخد انت لا اهات انا اخد هو يتنازعوا ليه دا دا العصير والخمر والحاجات دي انهار في الجنة جو المرح والبهجة والفرح والاقتلاف والحب جو ناسوا عليه ناسوا على حياة اكتباعية صحابك وحبايبك وفرحان بيهم عشان كده بعدها ويطوفوا عليهم غلمان لهم كأنهم لقلق المكنون الخدم لقلق مكنون فما بقىك بالمخدوم اذا كان الخدم زي لقلق المكنون بيقولك 15000 واحد بيخدموك لوحدك يا الهي يطوفوا عليهم غلمانوا لهم كمان الخدم بيوتوا الاغنياء تحس ان الخدم بيعملوا فيها جو جميل ويبقى فيه ألفة وحياة اجتماعية دا كمان غلمانوا لهم بعش وزي ولادك كده وتحس كإني لك ولاد صغيرين وتحبهم ويحبوك ايه الجمال ده واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا ان كنا قبلوا في اهلنا مشفقين يكوننا خايفين خايفين ربنا ما يتقبلش اعمالنا خايفين بعد القيام ربنا ما يقبلوش خايفين من عذب القبر خايفين ربنا ما نخلناش الجنة خايفين من النار وعذب النار واغلال النار خايفين من ساعة الحرطة على الله خايفين من سوء الخاتمة خايفين ان احنا ما نشبهش على الطاعة وما نقدرش نقوم الفتن اللي في الدنيا كنا حشين خايفين كنا رفعين ادنا ونبكي طول اللي نقول يا رب أغسنا وسلم يا رب حشين كده ربنا نجانا حشين كده ربنا ادانا الحياة الاجتماعية من اسباب النعيم اشتاقت ولا لسه بلقتي تشتاقي ولا لسه بلقتي تحس بحاجة بتتحرك في قلبك للجنة ولا لسه لسه احنا ما تكلمناش السبب الثالث من اسباب السعادة في الجنة النعيم المادي النعيم المادي شو طايم بتاع الجنة بقى نعيم المادي يعني ايه النعيم المادي لما ربنا سبحانه تعالى يبعث ملائكة تلاقينا قاعدين مثلا الوقتي بنتكلم في الدين ونسمى المومة وبتسمع في الدين تؤمن الملائكة حفنا لغاية ما تصعد إلى الله فربنا يقول يا ملائكتي كيف وجدتم عبادي يا رب وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ماذا يسألون يا ملائكتي يسألون الجنة يا رب وهرأوها شافوا قصر من قصرها شافوا حرية من حرها شافوا نهر من نهرها شافوا وليمة من ولائمة لا يا رب لم يرواها فكيف لو رأوها ما كانوش سابوا الجامع يا رب ما كانوش برزق بالمعاصي للنهار يا رب ما كانتش كشفت حتة واحدة ولا صمت واحد من جسمها يا رب ما كانوش عملوا اي معصية تخضبك يا رب كانووصلوا الليل بالنهار فتحتك يا رب كيف لو رأوها انا ببشركم ببشر كل صوام اتنين وخميس بجنة فيها ما لا عين رأت لا عين الفقير اللي راح يصيف في جمصة ولا عين الغني اللي طلع على السحل الشمالي ولا عين المليونير الملياردير اللي طلع على شواطئ امريكا ما لا عين رأت ولا اذن سمعت اجمل واحدة حتك مين اجمل عربية شفتها في حياتك اجمل منظر طبيعية شفتها في حياتك اجمل منتجع سياحي سمعت عنه واجمل صوت جميل سمعته في حياتك ولا خطر على قلب بشر ولا قلب اي حد في البناء من خطر عليه انواع النعيم اللي في الجنة انا ببشر كل قوام للليل بهذه الجنة انا ببشر كل متصدق كافل لليتامة وساعة على حوائج الارامل والمساكين انا ببشركوا يا جماع الجنة فيها ايه الحور العين الحور اه بدأت الستاتة تزعل طب وبعدين هنصالحهم الوقتي لا عايزين من الوقتي مش ما ما زعلوناش وبعكة الصلحونة يا بنتي ده انت جمالك سبعين الف مرة قد الحور العين ده انا بوصف فيه انا الوقت اتكلم عنك انت انت نفسك هيبقى شعرك خمرها على رأسها خير من الدنيا وما فيها يعني ايه نصفها على رأسها يعني وانت لابس الخمار اجمل من ملكات جمال العالم والتاريخ امال لو قال اعتيه بقى امال قصات الشعر ومشاط الدهب والوصفات بتوعك هيبى شكلهم ايه سعيد بن زيد رضي الله عنهم العشر المبشرين في الجنة في معركة القادسية بعد كذا يوم تعب وجهاد نام فرأى كأنه كأن يوم الايامة ونودي رضي الله عن سعيد بن زيد وقام جيله ثلاث خيول ملائكة وقاموا علوم ملائكة وقالولوا هلوم بنها الى ملكك في الجنة دخلوا بالجنة فلما دخلوا بيبيو فيقول فرأيت نساء كأن وجوههن القمر المنير فقلت هؤلاء الحور العين قالوا لا هؤلاء وصيفات الحور العين ده دول وصفات بيقول فمررنا على نساء وجوهن اشد جمالا منهم دول الحور العين دول وصفات الحور العين كل ما يلاقي حاجة دول الحور لا دول وصفاته حتى وصلت إلى ثلاثة اثنان وجوهنك البدر وامرأة وجوه كالشمس المشرقة فقلت من أنت قالت أنا زوجتك في الجنة فمددته يدي مدي إيده يسلم عليها قالت له لا لا يا سيد حتى يأذن الله حتى يقضى لك استشهد في معركة القدسية الحور الأين يا أخوانا تخلينك أحد مع واحدة كده قعدة يعني قمة الجمال وقمة تسريحة الشعر قمة الشياكة قمة الموديلات يا أخوانا ده بيقولك أن المرأة الحورية في الجنة يرى مخ ساقيها من وراء اللحم يعني رجليها أصلي دي واحدة شربت من أنهار الجنة مش شربت من المياه بتاعت الصرف الصحي اللي مفتوح على صرف صحي والمياه اللي فيها معادي انتقلها بتجيب ألزهايمر في المخ لا 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 ده واحدة بتأكل في أكل الجنة وعيشها في قصور الجنة ده موضوع تاني ده هاي ستاندرد خالص زي أخ شاف مراته بعد ما كان زعلان منها شافها في الجنة فلا هاي ستاندرد ليفل مع حاجة تانية قال لها سمعنا وقطعنا خلاص شاب بيقول لي كان مفتون بالنساء فشاف رؤية حرية من حريات الجنة فشاف جمال باهر بيقول من يماء ما بفكرش في نساء الدنيا أصلا حاجة تانية يا جماعة مستويات عالية جدا جدا تخيل الحرية دي واحد الوقت قاعد بقى حس والد من أبائنا كده يقول آه ألا ليت الشباب يعود يوما آه مراتت بصله كده فاكر يوم جوازنا حسبه فاكر يا ستة أيام ما كنتي واخد ولك من نفسك وكنت زي الوردة المفتاحة قبل دول مراتزم والسكر والضغط والبادلة بتاعتي مراتزم ايه مانا خدني زي الوردة المفتاحة ولدك وما سب خلاص يا ستة خلاص ان شاء الله في الجنة كل واحد منكم يشوف التاني تحفة من التحف تحفة من تحف الجمال والقوة والصحة فالحور العين يا جماعة الحور العين الحرية عرب ربنا بيقول عرب يعني بتعرف كلام الحب شاب بيقول لك انا عايز اتكوز واحدة ملتزمة بس فاهمة في كلام الحب وفاهمة برضو في الرواشة وبت ستايل ده ربنا بيقول عرب بتعرف تتكلم بزي واحد واحد فلاح غلبان الحمر بتاعه مات يعني فمراوح لمراتزعلن جدا ومهموم فبتقول له ما لك يا افلال قال لها الحمر مات فأيه عايزة تطبطب عليه بقى وتقول له كلمتين حلوين كده تعمل زوجة جدعة يعني قالت له يا ابن ياسيلي دخلتك علينا بمية حمار سبحان الله لها لقى التانية عرب بقى بتعرف تتكلم بتعرف تقول كلام حب يدوي بقلبك مش اي كلام يسقون بعدها تسقيك بأيديها يا عم وهو يسقيك بأيديه تخيل صوتها اجمل من اجمل صوت مغنية اسمعتها في الدنيا كلها تخيل رئها لو تفلت في البحر يبقى عذب تخيل تخيل دحكتها لو دحكت سماء الجنة كلها اتنور تخيل لون بشرتها ربنا بقولك انهن اليقوت والمرجان تبصي لها تلك انها حجار كريمة من الجمال ومن صفاء اللون ومن صفاء البشرة ومن نعمة البشرة وإنارة البشرة لا حب شباب ولا تعب ولا بهدلة ولا الشعر عايز مكوت رجلة عشان يتفرد ولا الكلام ده كله حاجة بقى عايز تاندرد تاري خالص تخيلي بقى الموديلات بتاعتك في الجنة يرى مخ ساقها من وراء اللحمية يعني يا جماعة مقا معلنك بتشوف الساق ان هي لابسها لابسة ايه ايه ايوه موديلاتها في الجنة مش اقل من موديلات الدنيا الشانيل والحاجات بتاعت الجنة اجمل من الدنيا مليون مرة وازوأ وابطر في الاستيل من الدنيا مليون مرة تخيل معايا الجنة الحرية بتاعت الجنة دي شكلها ايه جمالها ايه جمالها جمالها دون الجمال بتاعتها ايه ملكات جمال العالم جنبها يجوا ايه انت تضيع ده عشان ايه انت بتبيع ايه بايه وانت بتبيع ايه بايه انت بتتكلم فيه اتكلم الوقتي في نعيم النساء في الجنة نعيم النساء في الجنة يا جماعة ده اخطر حاجة لازم نتكلم عنها ليه ايه احنا كنت قاعد اشتغل وصم اقوم طول الدنيا عشان يحبسني يا اخوانا ده دول حور الاخرة مش حور الدنيا مش نساء الدنيا ده دول حور الاخرى اللي لم يطمثهن انسوا قبلهم ولا جاء مش اتجوزت وخلفت في الدنيا ده ده حاجة تانية انما انت هيبقى جمالك سبعين الف مرة ادها انت مالكة هي متاع زي القصور والانهار انت مالكة مالكة وحقيق واصفاتك زيها انت مالكة عندك املاك وقصور وفلل وقصر في جنة الصيام وفلل في الفردوس الاعلى مالكة بحقي وحقيق يا ترى طعم مجوهراتك وعجبة مجوهراتك في الجنة فيها ايه اذا كان سق شجر الجنة دهب اذا كان الراجل جوزك لبس اساور وتجمن دهب ولقلق ويقوت امال انت مجوهرات شكلها ايه يا ترى دولابك في موديلات شكلها ايه يا ترى العطور والبرفنات اللي على التسريح بتاعتك في قضية نومك شكلها ايه يا ترى تسريحات شعرك اللي وصفاتك هيعملها لك هيبقى شكلها ايه يا طرى هيبقى جمالك درجته ايه يا طرى تخيلي معايا كده تخيلي املاكك في الجنة هيبقى شكلها ايه انا عايزك تتخيلي نعيمك الحقيقة في الجنة انت هيبقى مقامك ايه طب احنا مش عايزين حرعين احنا عايزين جنة من غير حرعين اخت بتقول لجوزها يا رب ما تدوش حرعين يا رب سبحان الله يا رجالة ما ينفعش الكلام ده احنا عايزين نرد الستات قولولهم لاش دعوا بالحر العين وانا اخوات نيابة عن كل الرجال يعني بوعدكم ان احنا ندخل الجنة وانشوفتونا بقى يكون كلام احنا هيبقى دنيا واخرى ولا هنخف الدنيا وفي الاخرى اخوانا احنا انا عايزك تتخيلي نعيمك شكله ايه اقول لربنا انت مالكة دي وصيفة انت مالكة بحقيقة حقيقة انت ملكك شكله ايه عايزة عايزة جوزك ما يقربش من الحر العين بسيطة جدا ايه انت مش هيبقى ليك قصور في كل حيطة او ممكن قصر في الفردوس الاعلى جوزك ما عندوز زيه اه قولي له لو بصطت للحر العين ما عطتش هوديك الاصر بتاع الفردوس الاعلى بس خلاص هيسمح كلمة كويس تجيب ومعادش هيقدر يزعلك بعد كده عايزين يا جماعة نتخيل يعني همنوصف في الحرية يعني مراتك طب انت جوزك بقى مش هو احنا الوقت ينقوم بين زوج وزوجة وصفنا الزوجة نوصف الزوج طوله ستين زراع في السماء حاجة كده طول بعرض بصحة الاساور بتاعت معصابه في حديث صحيح لو نزلت الى الارض وجاب ايده بس في الارض كده لأطفعت نور الشمس كما تطفئ الشمس النجوم تخيالي قلبه بيحبك قد ايه كل ما يروح عليك كل بعد سوق الجمعة في الجنة فيقول لقد استدتم بعدنا حسنا وجمال تخيالي كل ما جوزك يدخل يقولك ايه الجمال ده ايه الروعة دي ايه العيون الساحرة دي ايه الطرف وهي قاصرات الطرف بقى يعني من كتر الحب مش قدر لو تعيش العينه من عليه عينها من عليه فتخيالي جوزك وكلام الحب وجماله اجمل من سيدنا يوسف اللي الناس وقطعوا ديهم لما شافوه وشبابه وصحته وعينيه كحلاق دون كحن كحلاق طبيعي واهتمامه بيك تخيالي انت زوجك في الجنة شكله ايه انا عايز يا جماعة نفهم ايه نعيم الجنة و ايه بتاع الجنة و ايه روعة الجنة النعيم المادة من ضمن النعيم المادة نعيم القصور انا عايزك تقارن ما بين اعظم بيت في الدنيا واقل بيت في الجنة اعظم قصري في الدنيا تبنى العظيم العظماء واقل بيت في الجنة انا عايزك تقيم ما بين ده و ما بين ده هتوصل لايه يا ترى لما تقارن ده بدا نقارن ادي الدنيا و ادي الجنة التصميم اللي حط التصميم ده مين مهندس من مهندسيه وده مين اللي صممه مين اللي وضع تصميمه مين اللي وضع الشكل بتاع سبحان الملك الجليل تخيل ده تصميم رباني بقى هيتجاب من ايه طيب وده مساحته قدية ده ده الخيمة الواحدة في الجنة 60 زراع 60 ميل يعني 100 كم العرض بتاعها والطول بتاعها طيب الموقع مهما كان الموقع ده انما موقع بتاع الجنة تجري من تحتها الانهار الانهار ده المدور اربع جهات ليه عشان يبقى كل الجهات بحرية كل الجهات بحرية ها ويه كمان الجدران ده طوب ده لابنى فضة ولابنى ذهب وايه كمان الجران ده ممكن منطقة اصلا يبقى لشوقة فيها غالية جدا ليه يقولك اصلا ده انت هتبقى جنبه فلان وفلان وفلان والاغنية ورجال الاعمال في الجنة انت جنبه انضف ناس مشت على وجه الكرة الارضية واعلى نفسه اعظم ناس تخيل الجرية فيها شكلها ايه سعر المتر للموضع وصطي احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها متر في متر اغلى من سعر الكرة الارضية تخيل انت سعر المتر قد ايه تخيل البهجة والفرح بتاعت القصر شكلها ايه تخيلوا يا جماع بيوت الجنة ده النبع سلام بيحكي في احدث صحيحة عن انه صعد في شجرة في رؤية داخل في الجنة فوجد بيتا وفيه ناس يعني عارفيني البيوت اللي كنا بنشوفها مبنية على اشجار المناظر المريعة الجميلة ده ايه فيه في الجنة زيها تخيلوا قصور معلقة في الجنة فيه تلت انواع من المباني فيه غرف وفيه قصور وفيه خيام الغرف عاملة زي الاجنحة الفندقية بتاعت الناس اللي فوق قوي الناس اللي فوق في ضيابة الرحمن في الفردنس الاعلى والخامة بتاعتها يعني حاجة ما تتوصفش حاجة كده يرى ظاهرة من بطنها يعني ايه ما يعرفش ايه ايه اللي انت يرى ظاهرة من بطنها وبطنها من ظاهرة ما يعرفش القصور ده دي املاكك بقى في الجنة وديت جدرانها من دهب النبي لما شاف قصر عمر في الرؤية بوهر فقلت قصر من هذا وتمنى انه لاه عليه الصلاة فقالوا قصر عمر القصور دي حاجة رائبة والمادة بتاعتها دهب وفضة طب والخيام الخيام دي عاملة زي الشليهات الفاخرة بتاعت الدنيا الخيمة تلاقيها مثلا على بحر على نهر على زي الخيام الفاخرة والخيمة مدتها لؤلؤة واحدة بس اتحفر جواها كل الممرات والشبابيك والشرف والقوط والصلاة والهولات بتاعت الخيمة ديت كلها من لؤلؤة واحدة مجوفة دي المساكن انت نصيبك ايه نصيبك ايه من كل اللي بقوله ده نصيبك ايه من كل اللي بقوله ده بتبيعي ايه بايه انت بتبيعي ايه بايه انت بتضحي بايه عشان ايه ايه اللي يستاهل يا جماعة ايه اللي يستاهلني ضيع كل ده مننا ده يؤتى بانعم اهل الدنيا واه من اهل النار يغمس غمسة واحدة في النار ثم يقال اروش بنت اجمل بنت كانت في البلد أروى الشاب وأغنى شاب كان في البلد ثم يسأل هل ذوقت نعيما قط اتفرقت على كليبات وأغني زي ما أنت عايز سمعت كل اللي أنت عايز تسمعه بصيت لكل المحرامات اللي عايز في الصلاة مشيت مع اللي أنت عايز تمشي معاه حملت كل اللي أنت عايز تسمعه هل ذوقت نعيما قط عادت في صحة الكلية طول الشتاء طول النهار لغاية العيشة وفي الصف أعدت صهران للفجر وللصبح مع البنات على البلاج في المصائف هل ذوقت نعيما قط لبست كل الموديلات اللي أنت عايز تلبسيها كلمت كل الشباب اللي أنت عايز تتكلميهم تحت اسم التحرر والحرية والتمدين عملت هل ذوقت نعيما قط لا والله يا رب والله يا رب ما دقت أي حاجة ذاكرة نعم الدنيا تمسحت تماما بأستيك مع غمسة وعد ايه اللي يستهل يا جماعة نضيع كل ده ليه كفانة غفلة يا جماعة كفانة غفلة ده إبليس وظيفة عمره انه ما يدخل الكيش ده إبليس متفرغ عشان انت ما تدوشش برجلك الجنة اللي بنتكلم عنها ده ده إبليس قضية عمره معين لكل واحد مننا جندي من جنود 24 ساعة الأخ اللحظة من عمري وعمرك وعمرك عشان ما حدش فينا يا طاعة كفانة غفلة يا جماعة كفانة غفلة يا طلاب الدنيا الدكتور بيقعد من خمسة لخمسة وعشرين سنة منه عنده خمس سنين لخمسة وعشرين سنة يجيب البكاريليوس ومن خمسة وعشرين لخمسة وثلاثين يجيب الماجستير والدكتورات ومن خمسة وثلاثين لخمسة واربعين يفتح يده ويعمل اسم ومن خمسة واربعين لخمسة وستين يبنع مرة لأياله وعمل له سييد وأياله يطلعوا كل واحد يركب عربية فارهة من وهو صغير وبومه وقدوم كان بيتشعلق على الأتوبيسات وفي الآخر يموت وما عملش أي حاجة لأخرته كفانة غفلة يا جماعة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها مش أي سعي ينفع ناكتنال بالجنة مش أي سعي أنا من دوبت سوي أنا جاي أسوق سلعة جنة ما بيننا الليلة أنا جاي أعرض عليكم سلعة الله الغالية يطرها تقتنع بيها ولا لا يطرها تحسوا بخطورتها ولا لا كفانة غفلة يا جماعة ده ربنا بيقول أعدت للمتقين أعدتوا لعبادي أعدت يعني الكلام اللي بنتكلم عنه الوقت موجود الوقت القصور دي موجودة الوقت الكل النعيم اللي بنتكلم عنه ده موجود الوقت كفانة غفلة أخوان كفانة تضييع كفانة تضييع من النعيم المادي نعيم الطعام والشراب نعيم الطعام والشراب ده يعني إيه الطعام بتاع الجنة يطرها قائمة الأبن بوفي بتاعة المطعم بتاع الجنة فيها إيه يطرها القائمة المنوب بتاعة مشروبات الجنة فيها إيه يا ترى المنو بتاعة حلويات الجنة فيها ايه يا ترى كده يا ترى لما تقعد كده وتقول انا عايز كوباية عصير انا ناس فريش بمزاج التسنيم بس يكون ختمها مسك لو سمحت اعمل ايه سبحانك اللهم دعوهم فيها سبحانك اللهم العملة بتاعة الجنة يجي لك الملائكة عايز ايه عايز الطلب اللي انا طلبته ده يجيبوهولك يجيبوهولك ولك سلام وتحياتهم فيها سلام تقول لهم سلام تشرب خلصت خلاص اخر دعوهم ان الحمد لله رب العالم تقول الحمد لله يقوموا جايين لك شايلين من على طول شايلين الحاجات من قدامك ويشوفوا لو انت عايز طلب تاني خدمة فندقية واعلى من الفندقية كمان في الجنة النعيم المادي من اسباب السعادة في الجنة النعيم النفسي يعني ايه النعيم النفسي يعني انت الوقت لو رحت فندق هتدخل انا عايز كوباية عصير طيب تلاقي شيف لابشيك جدا وبيقعد في كل اربع سنين يدرس عشان يتعلم يقدم لك ازاي ومكان قايم جدا وطربيزة فخمة ويجيب لك في كوباية فخمة جدا كل النعيم المادي في الموضوع ده اللي انت واخده حاجة واحدة بس طعم العصير طب وكل الباقي نفسي كل الباقي نعيم نفسي مفيش حاجة نفسك فاهمش هتاخدها احد الشباب بيقول مفيش حاجة نفسي فاهمش هتاخدها اه قال طب انا كنت باشر مخدرات انا هسيب المخدرات عشان مخدرات الجنة مخدرات جنة اي يا ابني انت عايز تشرب حشش وصمدرينلي في الجنة يا ابني يقول انا عايز اعمل دماغ في الجنة دماغ في الجنة الشباب مخومة لاحظ يا جماعة ربنا انقذ شباب امة الاسلام يا رب الجنة يا جماعة نعيم نفسي ربنا سميها داري السلام زكة نساءها مفيش حد ولا نفاس زكة اهلها لا يتبالون ولا يتمخطون ولا يبسقون ولا زكة مجالسها لا لغو فيها ولا تأثيم زكة انهرها ماء غير آسن زكة عسلها عسل مصفة زكة خمرها لا يصدعون عنها ولا ينزفون زكة صدور اهلها ونزعنا ما في صدورهم من غل زكة النعيم بتاعها كله لا يذوقون فيه موت زكة كل زكة اللبن بتاعها وانهار من لبن لم يتغير طعمه كل حاجة في الجنة مزكة داري السلام داري السلام يا اقل واحد في الجنة ملك اقل رتبة في الجنة ملك اقل واضح قد ناة الدين منز ..وאת اعترض ان يكون لك كاعظم ملك من ملوك الدنيا ومثله 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 خمس مرات وعشرة امثال خمسين مرة قد اعظم ملك من ملوك الدنيا ملك ده اقل واحد اقل رتبة في الجنة ملك وده يدخلنا بقى في النعيم الاعظم اللي احنا仔 هايزين نتكلم عنه نعيم الفردوس الاعلى نعيم الفردوس الاعلى يا شباب انا مش قلتلكم الجنة نيو داي منشن في النعيم افق جديد وبعد جديد في النعيم الفردوس الاعلى نيو داي منشن في الجنة كلها عارفين زي فضل سيدنا محمد على كل البشر عارفين فضل سيدنا جبريل على ملكة السنوات السبعة ده فضل الفردوس الاعلى على الجنة كلها حاجة تانية خالص افق تاني لما سبعت حديث ان اهل الغرف اللي هم اهل الفردوس الاعلى يطاقون لأهل الجنة اللي هم البقيين كما يتراء الكوكب الدري الغابر كما ترى الكوكب الغابر في الأفق زي ما تشوف النجمة فوق كده قلت سبحان الله محدش يتخيل الحديث ده غير اللي عارف الموقع الجغرافي المذهل بتاع الفردوس الأعلى الموقع الجغرافي بتاعها في الجنة مذهل الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول فإنها إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى اللهم أمين يا رب اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى يا كريم يا رب يا رب يا جماعة كلمة يا رب بنجيب بها الفردوس الأعلى اللي بعد كده ما نجيبوش بكلمة يا رب يا رب قوله يا رب فالفردوس الأعلى الرسول بيقول فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة يعني أوسط الجنة وأعلى الجنة يعني عارفين القاهرة لما نيجي في النص فيها ونعمل جنينة القارة كلها جنايا بس الجنينة اللي في النص دي فيها أنواع أشجار لا يوجد لها مثيل في الجنة في القارة كلها فهي في النص وتحفى عن الباقي طب ما لإيه أعلى الجنة هي مش نص بس مش في نفس المستوى بتاع القاهرة لا ده هي على جبل عالي فوق وهي فوق إيه يعني عارفين زي قصر الملك كده في السعودية جنب الحرم كده على جبل فوق فإنت ماشي تبص من فوق تلاقي الفاميه والستاير والإضاءات تقول إيه يا طرى في جوه إيه أهو كده أهل الجنة كلهم داير ميدور يحضوا يبصوا على المكان العالي اللي فوق ده ستاير وفاميه وإضاءات وحاجات مبهرة يا طرى في إيه نعيم جوه مكان مزهل يا جماعة فوق وفي النصعشين يبقى داير ميدور ومنه تفجر أنهار الجنة يعني أنهار الجنة كلها نزلة شلالات رهيبة داير ميدور وتتفرعت بقى أنهار في الجنة بعد كده يعني تبص تلاقي نعيم فوق مزهل وشلالات نزلة منه وصقفه وعرش الرحمن يعني أجمل مخلوق في الكون كله هو السقف بتاعه يعني مس سقف معلق ولا سقف إضاءات معلق ده حاجة تانية خالص تخيلوا الفردوس الأحلى جماعة يا أخوانا يا أخوانا ولمن خاف مقام ربه جنتان جنتين بعد شوية ومن دونهما جنتان في مقام وفي مقام تاني أنتوا هتاخدوا إيه تفرطوا في المقام العالي ليه تفرطوا في أهل حاجة ليه الجنة الأولى يا رب صفتها إيه زواتها أفنان أغصنها ألوان وكل غصن مليان أشكال من الأزهار ومن الأطيار ومن الصمار المختلفة تحف أشجرها تحف أمي يا رب اللي من دونهما زواء مدهمتان أشجرها خضرة وجميلة بس من زي الزواتها أفنان خالص طب يا رب وجنت السابقين فيه إيه فيهما عينان تجريان يا سلام على الأنهار الضفقة اللي فيه أميال التانية فيهما عينان نضغطان زي النفرتين كده فرق رهيب فجوة رهيبة طب وجنت السابقين فيهما من كل فاكهة زوجان جنت أصحاب اليمين فيهما فاكهة ونخل ورمان إيه دا ليه؟ لأن الأولانية عمل كل حاجة عشان ربنا فاربنا دانوا كل حاجة طيب والأولانية فيهما قاصرات الطرف يعني عنيها من كتر الحب مش قادرة تشيلها من عليه إنما التانية حور مقصرات في الخيام مش قاصرات الطرف هي مقصورة في الخيام بتاعتها ما بتخرجش ولكن التانية قاصرات الطرف وبتحبك وتأخذها معك في أي مكان إنما فرق رهيب يا أخوان فرق رهيب في النعيم فرق رهيب في النعيم الأولانية ربنا بيقول على الحور بتوحها كأنهن اليقوت والمرجان إيه اللي يجيب الوصف مفيش كأمثال اللؤلؤ المكنون تخيلا ما تبقى أنت اللي يبصلك يفتكر اليقوت الصافي والمرجان زي الشعب المرجانية الملونة لون عينكي على لون شعرك على لون لبسك على لون بشرتك على ألوان تفكر الواحد باليقوت والمرجان واللؤلؤ إيه الجمل دا؟ إيه الجمل دا نضيع كل دا ليه؟ يبقى نعيم الفردوسي الأعلى دا نوع تاني من أنواع النعيم فيه لسه نعيم تاني آه يا أخوان دا النعيم كتير جدا فيه نعيم التجديد التجديد يعني إيه؟ التجديد مش هتقدر تغمض عنيك هو دا نعيم التجديد لا يبغون عن حيوة لا حاجات جديدة وربعة جديد في جديد الجنة كلها جديد في جديد إزاي؟ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجوها كافورة أخذوا بالكو الأبرار إن المتقين في جنة ونعيم ربنا كل نعيم الجنة الموصوف في القرآن نعيم السابقين فوقه فوقه النعيم اللي احنا بنقعد نتوب واحنا بنسمعه في الترويح في رمضان دا أصلا مش بتاغر السابقين تسعين في المئة من آيات نعيم الجنة في القرآن بتوصف نعيم السابقين مش نعيم العاديين واحنا عاديين كمان مش مركزين فوقه يا جماعة الحاو يا أخوانا ثم عينا يشربوا بها يا عباد الله يفجرونها تفجيرا يفجرونها زي في الجنة في عيون خاصة في أملاك كل واحد وفي تحت أرض الجنة زي ما فيه بترول ودهب في الدنيا يتفجر الأبار بتاعته في في الجنة أبار مخفية أهل الجنة يمشوا بقدام من ذهب ويحارب فيها يطلعوا هذه الأبار تطلع تتفجر تتفجر تفجير من قطر الامتلاء بتاعتها والأفرة بتاعتها يعني رحلات استكشفية حديث العجيبة اللي قرأتها وقصرت فيها جدا حديث إن في الجنة كل يوم جمعة سوق 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 في الجنة أهل الجنة بيكتبوا وفي قلت يا رب ده سوق ده سوق ده بيعوا شراء طب أنا الوقتي أنا أصلا أنا إيه لأملكه أنا أملك نعيم أملك يخوت وفلل وتحف وأنتكات ولبس خطير وممكن يكون عندي في جنة بر الولدين وجنة الصيام وجنة الصدقاء وجنة الجهاد أملك فأنا أصلا أهل الجنة دي ما عندهمش النعيم المتنوع ده وممكن يكون عندي قصر في الفردوس الأعلى فعندي حاجات محدش شفها قبل كده فأم جايبها يوم الجمعة في السوق أجيب اللي أنا عايز إيه يعني أنا عايز أجيبه في السوق طيب مقابل إيه ما هو التاني برضو معهش غير نعيم معي أخوت ومعه سيارات ومعه 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 ويبدأ أهل الجنة يبدله نعيم قصاد نعيم تاخد بصات الريح اللي أخضر بتاعي وتديني حصان بجنحين من عندك أهم واب تاخد الياخت بتاعي وتديني القبة اللقلق اللي عندك اللي على نهر الكانثر ماشي تاخد التحفة ده تاخد اللبس الجميل ده هوت وتديني آه ماشي واللي من جنة بيرل والدين جايب بمراكب محد الشفها قبل كده واللي من الفردوس الأعلى جايب يهدوم محد الشفها قبل كده واللي من جنة الصيام جايب بأكل وشرب محد الشفها قبل كده وسوق عربيات وسوق تحف الجنة كلها جاية بقى عشان إيه عشان كل اسبوع تروح بيتك بنعيم جديد واصناف جديدة تجديد رهيب يا جماعة عشان كده لما ربنا بيتطلع على اهل الجنة فيقول لهم تمنى يا عبدي تمنى انت في الدنيا لو ربنا قالك تمنى تمنى اي يعني انت ما تشعرف حاجة اصلا في الجنة بعد ما شفت انواع الجنة الدانية والفراديس العلى افقك في فهم النعيم يتوسع تقعد ثلاثة ايام تتمنى حاجات جديدة من اللي انت شفتها ومش قادر تجيبها مرات صاحبك اللي من الفردوس الاعلى لبس لبس تحفة وانت غلبان يا عيني يا دوبك في ربض الجنة ملحقتش الكلام ايه تعمل انا عايزة رب من لبس ده اخد فتجديد رهيب يا جماعة تجديد رهيب تجديد باستمرار ده ربنا صحيح تعب يقول كلما رزقوا منها من ثمرة رزقة قالوا اذا لازل رزقتها من قبل يدخل الجنة انا كنت بحب الكريز قوي هتقولي كريز اتفضل كريز اهو ايه ده مش الكريز هو ده الكريز بتاع الجنة ده كان في الدنيا بس اسمه وخلاص كده تيجي تدخل الله ايه ده كميل اوي خلصته انا عايز كريز كمان يوم يجيو بولك كريز تاني ايوه هو ده اللي انا كنته الوقتي تيجي تاكل ياه ايه ده ده طعم غير اللي انا كنته من شوية تجديد في الطعم بتاع الفواكه وتجديد في الطعم بتاع الاطعمة وتجديد في الثياب وتجديد جديد في جديد نعيم التجديد من ضمن نعيم الجنة نعيم الجمال من اسباب السعادة في الجنة نعيم الجمال نعيم الجمال الرهيب اللي في الجنة الجنة يا جماعة تبصوا قدامك تلاقي شجر ساقوا دهب اغصانوا بتعزف الحال لما الهوى بيحركها الطيور بتاعته لما العلماء اكتشفوا في الغابات الاستوائية الطيور الملونة سموها طيور الجنة طيور رهيبة الثمرة بتاعته فيها طعم 72 صنف من اصناف الطعام الساق بتاعتها لو تفكت دهب بتاعتها تغرق كل الستات بتاعت الدنيا اللي بيتفرجوا علينا تخيل تبص فوق صقف عرش الرحمن تبص تحت التربة بتاعت الارض الارض يا جماعة بتاعت الجنة اللي بتدوسها برجليك ميسك وزعفران ولقلق ويقوت ميسك اللي هو السفلاتة والتراب اللي عليه زعفران والزلط والتوب الصغير اللي بيبقى عليه ده اللي هو الحصباء ده يقوت ده عشان رجلك تستمتع عشان رجلك قبل بقى اعضاء جسمك تبقى ايه اعضاء جسمك كل حاجة ميسك في ميسك مراتك ريحتها تشمعها على بعد اربعين سنة يعني لو مراتك عدت منها من اربعين سنة تقول من اربعين سنة مراتك عدت انه في الدنيا ميسك بقى في الدنيا تدخل القوضة ريحت بصل مراتي كانت هنا بالتأكيد دلوقتي من شوية تأكيد بلا مبصل وتوم طبعا احنا مراتاتنا اللهم لك الحمد بنتكلم عن مراتاتنا سنين فتحس انك انت يقولك شقة ثلاثة مليون دولار ليه فيها ايه كل حاجة تقع عينك عليها تمتع عينك كل حاجة تمسكها بإينك تمتع عينك كل حاجة هتدوقع تمتع لزيه اهو الجنة كده يا جماعة نعيم لكل عضو من اعضاءك من ضمن اسباب السعادة في الجنة نعيم الحب الحب اه اللي بيعيش قصة حب في الدنيا يقولك ده انا ما كنتش عايش اه الحب ده عيش الحب يا جماعة الحب في الجنة كان فيه بنت في عيد من اعياد الحب اللي هو بدعة منقرة ضلالة والعزو بالله عيد الحب الحقي في الجنة بقى كان الكتبة في يوم عيد الحب مذكرات بنت ما بتحبش حد الكتبة ايه بتقول النهاردة كل الدنيا حمرة قلوب حمرة ولبص احمر كله بيحب بعضه كل واحدة لها واحد بيحبها انا مفيش حد بيحبني انا لغاية الوقت مش لقى يا حبيب يحبني يا رب مايجيش عيد الحب تاني الا وانا ليا واحدة حبني واحبه يا يا بنتي حب هيحرمك من الحب العيب بتاع الجنة حرام يا بنتي اقول حب يا جماعة نعيم الحب ده حاجة تاني خالص مراتك قصرات تطرف حينيها عليك وقديها الجميلة مسكة كبات عصير بتسقيك في بقك ولسانها بتقولك بيه كلمة بحبك عرب بتعرف تتكلم كلام حب ما اصالش وانتهد قدامها ما انتش عارف تقول ايه من كتر نعيم الحب الرهيب حب يا جماعة ارض الحب ارض الحب الرهيبة بتاعت الجنة اخر مش اخر طبعا ده يعني لان يعني ايه احنا خلاص قربنا الوقت على نهاية الحلقة يعني احنا لسا لنا حوالي عشر دقيقة على نهاية الحلقة بس فاخر صنف من اصناف النعيم في الجنة اللي هنتكلم عنها الليلة نعيم النظر لوجه الله الله النظر لوجه الله ازاي النظر يا جماعة ده سيدنا يوسف لما النسوا بصوا في وشه افتعوا ديهم اكبرناهم اما لما تبصوا في وشه الخالق مش المخلوق يا جماعة ده مشاعر رهيبة ده انت بتسمع كلام ربنا قلبك بيبقى في السماء اما لما تكلمه بدون حجاب ده انت بتشوف مخلوق من مخلوقات اللي المناظر الطبيعية قلبك بيدوب اما لما تشوف اللي خلقها مش لما تشوف صنع الخالق تشوف ذات الخالق ده انت بتسمع كلام ربنا في القرآن ده انت واحد بيكلمك عن ربنا شوي بيطير اما لما تكلم ربنا نفسه ده انت بتسمع حديث من حديث النبي يشوف قلبك في حب النبي اما لما توقع مع النبي ده انت بتشوف البحر بتقول يا جلال خلقك يا رب يا جماعة يا جماعة ده في الدنيا اهل الدنيا لما حسوا بحب ربنا قالوا ان في الدنيا جنة من لم يدخلها لما يدخل جنة الاخر امال بقى لما تشوف ربنا تحس بلزة شكلها ايه يا جماعة سيدنا موسى لما شاف الجبل لما شاف اللي شاف ربنا خر صائق امال لما تشوف ربنا سبحانه وتعالى يا اهل الجنة إن الله يستذيركم الله الله أكبر كل واحد يسيبه النعيم اللي في ده وكله يجري ويمطلق يلاقوا منابر من نور ومنابر لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من دهب ومنابر من فضة وكثبان من مزك كل واحد على حسب مقامه يقعد ييجي طعمه شربنا حد الشاف زيه قبل كده وبعد كده يصطع نور رهيم ربنا يا أهل الجنة تمنوا يا رب نتمنى رضاك لو لم أرضى عنكم ما أعطيتكم الجنة يا رب أرنا ننظر إلى وجهك الكريم فيكشف لهم الحجاب فيروا أن لذة النظر إلى وجه الله أعظم من أي لذة في الجنة كلها لذة النظر يروا أنهم لم يعطوا نعيما قد مثل النظر لوجه الله وجوه يومئذ النظرة وجوه ليه من كتر ما وشه تنعم بالنظر لوجه الله جسمه كله تلغى فإنه بقى وش بس من كتر نعيم عنه ونعيم وجهه بنور وجه الله سبحانه وتعالى يا مش تقتلوش مش تقتلوش لربنا زي دا لو حد بعتلك كنت هتتسجن بكرة عشان شيك حد بعتلك شيك فاعل خير بالمبلغ مين دا وكل شهر يبعتلك مبلغ كبير مين دا وتروح تدفع فطورة الماء والنور فاعل خير فاعل دا فاعلك مين دا مش تقتلوش تشوف مش مش تقتلوش ربنا سبحانه وتعالى دا أهل النار لو اطلعوا نظروا الوجه الله ينسوا عذب النار اللي هم فيه ازاي يا جماع اي نعيم في الجنة لو أسباب بلا أسباب ليه يا رب ليه يا رب بديتنا كل دا يا رب كان كفاية يا رب لو كان السق خشب بتاع الشجر والتوب بتاع القصور طوب عادي كنا يا رب فرحنا أوي لا انت بتعملي على قدرك والله بيدك على قده انت بتسعي على قدرك والله بيفتع عليك على قده يا سلام يا رب لو كانت الجنة على قد عملنا كانت بقى زي جمص على رأس البر ولا زي الشوال اللي احنا سكنين فيه اننا بجلنا على قدر الله وكرم الله سبحانه وتعالى تقريبا وصلنا لنهاية الحلقة يا جماعة هنعمل ايه هنعمل ايه شباب هنعمل ايه ابا وامهات هنعمل ايه يا بنوتة صغيرة هنعمل ايه هنعمل ايه بعد اسمان عن الجنة اشتقنا ولا لا اشتقتي ولا لسه كفانة غفلة يا جماعة يا جماعة ده في دقيقة واحدة تقرأ اية الكرسي بقى في الحسنة تقرأ كله الله واحد ثلاث مرات بسواب اية الكرآن كله تقولي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر قلوها كلكم الوقتي باربع شجرات في الجنة يا جماعة ده ده في دقيقة واحدة تقول سبحان الله وبحمد مئة مرة تغفر لك زنوبك وان كانت مستلزامة البحر وتاخد مئة نخلة في الجنة يا جماعة اخوانا كفانة غفلة يا اخوانا عايزين نفوق بعد الجنة ما وصفناها ما انتش خايف انها تروح منك وهتصلي الفرود كلها في الجامع ما انتش خايف انها تروح منك وهتلبيسي احسن لبس يقترب من لبسه امات المؤمنين يا اخوانا يا اخوانا لما الواحد بينزل في القبر بتاعه فبيعرض عليه الجنة مرتين في اليوم فيشوفها يا انباء لواء من اهل الجنة ثم يفتح له بابل النار ايه ده الحر والساموم الرائب ده فيقال هذا كان مقامك في النار لو كنت عصيت الله ساعت قلبه يتزالت الايه ده انا لو كنت عصيت ربنا كنت بقنا ساعتها يفتكر يوم ما كنت سيب الالتزام وقلت لا انا ما قلتش قادرة استحمل الحمد لله ان ربنا سبتني وتفتكر كل يوم اتعرض عليها معصية وربنا سبتها وتفتكر الشاب اللي كانت بتحبه وحاولت عشر مرات تسيبه لغاية ما ربنا اعانها ويفتكر المحل اللي كان ما كسبه حرام اللي صارع نفسه ولغاية ما قفل وربنا اعانه لكان زمان قبر ولا عليه الوقت لو ما كانش سابه ويفتكر اليوم اللي اعرض عليه الالتزام واحد يتردد ويتزبزب وربنا اعانه وتفتكر يوم ما اشترت نقاب واثلت عليها باب قضيتها واحد اتقسه قدام البلاه وتبص لنفسها انا ينفع الانزل به لا 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 وتقلعات شوية ترجعت ان تلبسه وتبص لنفسها وشوية تقلعه لغاية ما في الاخر قررت ولبسته ونزلت يفتكر الحمد لله يا رب انك سبتني يا رب الحمد لله امرأة جماعة سوداء رحت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت له يا رسول الله اني اسرع اني اسرع فاسأل الله اسأل الله ان انا اروق يا رسول الله ان انا اشفى الرسول الله السلام قال لها انشئتي دعوت الله لك ساشفاك الله قادر وانشئتي صبرتي ولكن ايه ولكن الجنة الجنة اول ما سمحت كلمة الجنة الجنة البعت قلب لها تقلب كينهت زلزل الجنة لا يا رسول الله الجنة يا رسول الله اصبر وليا الجنة تصبري وليك الجنة ايوة انا عند 20 سنة وجوايا شاو عايز اتجوز شاب عايز اتجوز وقدام عشر سنين على الاقل اعمل ايه اصبر ولك الجنة انا بحب وحدة ونفسي ان انا اكلمها ومش قادر كل ما سيبها ارجع لها اصبر ولك الجنة انا خايفة ان انا البس نقاب ولا ان انا اشتغل في الدعوة وسط صاحبات احسن حد يتكلم علي اصبري ولك الجنة انا بعمل معصية مش قادر اصبها كل ما سيبها ارجعها فيها تاني اعمل ايه اصبر ولك الجنة انا التزمت بقالي فترة اصحابي بيتكلموا عليها كلام بيتطريقوا عليها وانا نفسيتي بتجرح من الكلام عليها اعمل ايه اصبر ولك الجنة وانا بقالي اسبوع بقوم الليل وخايفة ما استمرش اعمل ايه اصبري ولك الجنة اصبروا ليكم الجنة يا جبه صفقة صفقة مع الملك الجنة اعظم صفقة مع الملك تصبروا وتاخدوا الجنة نصبر وناخد الجنة اخوانا قالت لي يا رسول الله فدعوا الله قال لا أتكشف خلاص يا رسول الله بس ما تكشفش مش اللي بتشتري فسان بربعمائة جنيه عشان تفصل جسمه ويا ماشيا ده بتقول مش عايزة تتكشفه يا مريض وغصب عنها ومش بأديها هنصبر ولينا الجنة جماعة هنصبر لأبو الدحداح النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه غلام يتيم كان له حتة أرض كده صغيرة وكان عايز يصورها بصور فكان فيه نخلة لواحد جنبه مش هينفع الصور ييجي غلى وخد النخلة دي فراح للجنبه قال له الدهل قال له لا الرسول قال له أعطيها له ولك نخلة في الجنة لا لا أبو الدحداح سمع كده نخلة في الجنة جنة أنا بيقيد ان انا اخد نخلة في الجنة كان عنده بستان ستمائة نخلة وبيت وعين يعني عزبة راح للراجل قال له تأخذ بستاني وتعطيني النخلة الراجل قال ده بيفكر ازاي ده موافق راح لمراته طلحها مرضاش يدخل جوه للعزبة ده طلحها ليه قال لها بعته للبستان بنخلة في الجنة كان ابنها فيه طمراية فوقه رمتها من بقه وقالت له رابح البيع يا أبا الدحداح لما راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال كم من عذق رداح لأبا الدحداح في الجنة أبو الدحداح كان ممكن يشتري النخلة بعشر نخلات ولكن حلم حياته الجنة لو حطيت رجلي في الجنة خلاص خلصت الجنة يا جماعة الجنة يا اخوانا الجنة الجنة عايزين نشتغلها ونعمل لها هتعمل ايه هتعمل ايه نوي على ايه هتطلبها ازاي طالب الجنة لازم يبقى طالب علم عشان يعرف الطرق اللي يتوصلوا للجنة طالب الجنة لازم يقوم الليل ولو ساعة كل ليلة طالب الجنة لازم يصوم اتنين وخميس طالب الجنة لازم يذكر ربنا للنهار صورة الانسان اللي احنا من وحي آياتها منتكلم ومنسترسل الليلة بعد ما كلمتك عن الجنة قالت لك تمانها هو واسكر اسم ربك بكرة واصيلة طول النهار ذكر ومن الليل فاسجد له واسبحه ليلا طويلة واني الكيام تمان الجنة هندفع تمان الجنة ولا لا ابو دجانة تفع تمان الجنة انه طرس النبي بجسمه فوحط خالد بن الوليد دفع تمان الجنة انه يوم ما مات كان مفيش حتة في جسمه مش متقطع بسهمة او رمح عشان شهادة شهادة عملية على الصدقه في طلب الجنة مصعب ابن عمير طلب الجنة واشترى الجنة بان جسمه تقطع حتة تحت الوحط طالح ابن عبيد الله ادى شهادة عملية بانه عايز الجنة لما دخل يدفع عن النبي بجسمه في غزوة احده مفيش ما بينه وما بين المشركين حد نهائي النبي وراه المشركين قدامه هتدفع ايه تمان الجنة هتدفع ايه تمان الجنة هنعمل ايه اخوانا تمان الجنة انا كنت عايز اقول كلام كتير او الليلة ولكن للأسف يعني خلاص يا اخوانا الوقت خلص رزقنا خدناه اخر حاجة عايز اقولها لكم اللي هيتحرم من كل النعيم ده ربنا يا حافينا لما ينزل القبر بتاعه ينهر ابيض ينزل القبر ربنا يفتح له باب يشوف كل اللي احنا وصفنا ده يشوفه كله ينبهر يزهل يتوه ايه ده ايه كل ده ثم يسمع هذا كان مقامك في الجنة لو كنت اطاعت الله كل ده كان هيبقى بتاعك لو كنت اطاعت الله هذا كان مقامك في الجنة لو كنت قمت الليل لو كنت تبت الى الله لو كنت تعففت عن اي علاقة مع اي رجل لو كنت انسان امين في حياتك لو كنت تورعت عقل الحرام لو كنت صمت اتن وخميس لو كنت ذكرت الله لو كنت اشتغلت في الدعوة الى الله لو كنت عملت الدين الله لو كنت كفلت بمالك وثروتك الفقر والمساكين هذا كان مقام الجنة لو انت أطعت الله يا ردني أطعت الله يجري على الجنة يوم القيامة يجنن وحيلة بينهم وبين ما يشتهون الملائكة تمنعه ممنوع خلاص انتهت القضية كان قدامك الفرصة في الدنيا هنعمل إيه أخوانا هنعمل إيه حشن الجنة هنسعى لها قد إيه وسعى لها سعيها السعي بتاعها أعدت خلاص موجودة من المشمرين للجنة نبدأ بقى سابقه إلى جنة سابقه سارعه مين فينا هيسابق وهيسارع بكده بفضل الملك الجليل العظيم انتهينا من سلسلة بداية الهداية سلسلة الجزء 29 اللي أي واحد ملتزم جديد بداية جميلة لي انه يبدأ زي ما الصحابة بدأوا كانت فكرة ربنا سبحانه تعالى ألهمها لنا وربنا سبتنا لغاية ما خرصت بفضل الله سلسلة الجزء 29 بداية الهداية الصور اللي تربوا عليها في الأول نتربحنا كمان عليها خلصنا السلسلة وفي الغالب ان شاء الله السلسلة الجاية بإذن الله في القريب هتبقى عن ربنا سبحانه وتعالى بعد ما تكلمنا عن الاخرة بقى في ال 29 تتكلم عن الملك الجليل العظيم ولبنا تتزلزل بقى زي ما المنبر تزلزل والرسول واقف عليه تتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى التلت الأخير من الليل بيبدأ ساعة واحدة وتلت في مصر يعني المغرب الساعة 8 والفجر الساعة 4 ما بينهم 8 ساعات التلت الأخير ساعتين 3 ساعات اللي تلت يعني واحدة وتلت بيبدأ مش عايزين نضايع دقيقة بقى جماعة مش عايزين نضايع دقيقة الليلة واحدة وتلت يعني احنا بدأنا في التلت الأخير فعلا يعني الملك متنازل الوقتي الوقتي لما هدول يا رب دعاقنا مستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى يلا رجالة يلا رجالة لسه شهرين على رمضان وشهر رمضان ناخده من قرآن بقى وقيام وعبادة نخرج من رمضان أبطال رجالة اللي هيستثمر الثلاث شهر دول زي ما ربنا قال فإذا فرغت فانصب المعظم الوقت مخلص الكليات فرغ انصب بقى اتعب في القرآن وفي القيام وفي العبادة وفي طلب العلم وفي التجويد عشان نخرج من رمضان نقلة ضخمة في حياتنا اللهم لك الحمد اللهم أتم علينا نعمتك اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم ميلنا ونهارنا بطاعتك اللهم يا من خلقت الجنة اللهم يا من خلقت الجنة اجعلنا من اهلها اجعل لنا اعظم حظ ونصيب منها يا رب العالمين اللهم اجعلنا كلنا من اهل الجنة يا رب العالمين اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى اللهم انا نسألك ان ننادى من ابواب الجنة الثمانية يا رب اللهم انا نسألك صحبة نبيك في اعلى غرف الجنة يا رب اللهم إنا نسألك ظل عرشك يوم القيامة يا رب وشربة من يد نبيك على حوض الرسول يوم القيامة عليه الصلاة والسلام يا رب اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار ومن زقوم النار ومن غسلين النار ومن حميم النار اللهم أجرنا من عذاب القبر ومن فتن القبر اللهم إنا لا نقو على عذابك اللهم إنا لا نقو على نارك اللهم نجنا أغذنا اللهم اغذنا اللهم انا نستغيث بك يا رب فاغذنا اللهم اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين اللهم طهر شوارع المسلمين من المنكرات اللهم اخرج منا دعاة وداعيات وعلماء وعالمات وعباد وعابدات يا رب لا رجاء لنا الا فيك يا من خلقت الجنة برحمتك ارحمنا برحمتك الواسعة يا ارحم الراحمين سلسلة بداية الهداية فكرة جميلة لكل واحد بيبدأ اي واحد صاحبك لسه بيبدأ انت عايز تبدأ صح وتبدأ من جديد بداية الهداية نتعلم ازاي نبدأ بمشاعر الامان مع ربنا سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى يطيل اعمرنا ويحسن اعمالنا اللهم امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا ان استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خير